بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه في مبدأ كل أمر ومنتهى الحج يأتي في كل عام ليذكر الأمة بمشاهد من مشاهد القيامة وبالدار الآخرة فحينما يتجرد الإنسان من ملابسه ليبدأ أو يشرع في لبس ملابس الإحرام يشبه الميت حينما يجردونه من ملابسه والاغتسال يشبه أيضا غسل الميت قبل تكفينه ودفنه وأما ملابس الإحرام ففي شكلها وفي هيئتها وفي مجملها وتفصيلها تشبه إلى حد كبير الكفن الذي يلبسه الإنسان حينما يخرج من الدار الدنيا ذاهبين به إلى قبره ثم بعد ذلك الاغتسال والوضوء وكأنهما يشبهان أيضا هذا المشهد الذي به يغتسر الإنسان قبل انتقاله من داره إلى قبره هذه الأحداث تمر في مقدمة الحج لتذكر الإنسان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم تأتي فريضة الحج ليذهب الإنسان إلى بيت الله الحرام فيبدأ بالطواف حول الكعبة وكأنما ينتظر السؤال ويسأل بين يدي الملكين ثم بعد ذلك يصلي لله ركعتين ويذهب ليشرب من ماء زمزم وهذا يشبه في شكله وفي مجمله شرب الإنسان بإذن ربه من نهر الكوثر في جنة الرحمن سبحانه وتعالى ثم ينتقل الإنسان إلى السعي بين جبلي الصفا والمروة وهذا يشبه إلى حد كبير انتظار الإنسان أو خروجه أو نفره إلى المكان الأكبر إلى الصراط ثم تمر الأحداث ويأتي الركن الأكبر وهو الوقوف على جبل عرفان وهذا في ذاته يشبه اليوم العظيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة لكن تأملوا في الآية الكريمة يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا الوفود تحشر إلى أرض المحشر على الصراط للحساب وللوقوف ولكنهم يطمعون في عفو الرحمن وبين الخوف والرجاء يمكث الإنسان في هذا المقام كذا في الحج فإن الإنسان وقت صعوده إلى جبل عرفات يشبه هذا الذي كان مع المتقين يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا جاءوا من جميع أرقاء الدنيا يعبدون إلها واحدا لباسهم واحد هيئتهم وأشكالهم مختلفة ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم لكنه سبحانه وتعالى جمعهم في هذا المقام ليعود كل واحد منهم وكأنه لم يأتي بشيء لا بذنب ولا بمعصية لأنه دفع الأموال وترك الأوطان وذهب إلى رحاب الرحمن وإلى بيت الله الحرام بين الخوف والرجاء يطمع في عفو ربه وتمنى من الله أن ينصره وأن يستره وأن يجبره وأن يرده إلى أهله سالما غانما بصفحة بيضاء بلا ذنوب إذن نحن أمام ركن من أركان الإسلام يشبه إلى حد كبير بفلسفة عظيمة النهاية والقيامة ولذا فإن الله تبارك وتعالى قد اهتم بهذه الشعيرة وفي سياقها في القرآن قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقد تحدث ربنا تبارك وتعالى عن البيت الحرام فقال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا افهم إنه الأمن والأمان الأمان النفسي والسلام الروحي الذي يغطي مشاعر الإنسان حينما يدخل إلى الكعبة المشرفة ويطوف ويسعى ويذهب إلى لقاء ربه تبارك وتعالى ثم يترك الدنيا قلف ظهره ويذهب إلى صعيد جبل عرفات ملبيا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وكأنه جاء للقاء ربه ملبيا يترك كل شيء يسمع لنداء الله ويستجيب لأوامر الله وتأتي النهاية بزيارة الحبيب صلى الله عليه وسلم وكأنها طلب الشفاعة حتى ندخل الجنة نسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا وللمشتاقين حجا مبرورا إلى بيته الحرام ووقوفا على جبل عرفات كل عام إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ حبيبك المصطفى منا ومن أحبابنا ومن ذوينا السلام يا عالي من لا يعلم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم شكرا